اهلا بكم مشاهدين في فقرة المستجدات والتي سنتكلم فيها عن الأخبار المحلية والدولية والبداية نبدأ بالأخبار المحلية أين شرع عمال قطاع الموارد المائية اليوم في حملة لغرس مليون شجرة قبل حلول سنة 2021 حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة ووفقا لنفس المصدر فإن كل فرض من عمال القطاع والذين يصل عددهم إلى مئة ألف عامل على المستوى الإدارة المركزية والإدارات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية سيقوم بالمشاركة في هذه العملية التضامنية حيث سيغرس كل عامل عشرة أشجار وأشرف وزير القطاع أرزق براقي صباح اليوم على إطلاق هذه العملية الواسعة من ضفاف وادي الحراش بالجزائر العاصمة وتحديدا بمنطقة بنطلحة بلدية براقي على أن يستمر التشجير ليشمل كل ربوع الوطن وإلى خبر آخر دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت نظرا لتأخر سقوط الأمطار ودعت ذلك ليوم السبت القادم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة يوم الإثمان وفي خبر آخر أطلقت منشورات الجزائر تقرأ مؤخرا معرضا افتراضي للكتاب على منصة البيع الإلكتروني ويقترح كتابا لأزيد من 80 دار نشر جزائرية وأجنبية وباقات كتب ومبيعات بالتخفيضات إلى غاية الثاني عشر من نوفمبر ويعرض هذا الناشر مجموعة ثرية من الكتب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية في مجالات الأدب والعلوم والتاريخ وحتى الكتب الدينية إضافة إلى باقات من كتب مؤلفين عالميين وتم تنظيم هذا المعرض في منصة desertreads.com ويقترح تخفيضات وعروض ترويجية مع تسليم إلى كامل المدن الجزائرية وفي الرياضة أين تم الإبقاء على تاريخ انطلاق بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2020 في يوم 28 نوفمبر الجاري حسب ما علمته وكالة الأنباء يوم الاثنين من رابطة كرة القدم المحترفة وتم تأكيد تاريخ انطلاق المنافسة المحلية يوم الاثنين عقب إعلان الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم رزنامة منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية التي تشهد مشاركة أربعة أندية جزائرية وهي شباب بالوزداد ومولدية الجزائر ووفاق سطيف وشببة القبائل إذن مشاهدين نذهب إلى الأخبار الدولية ومع أول الأخبار أين استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأمريكية بعد ساعة من سماح وزير العدل بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات بالانتخابات الرئاسية التي أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه بها بينما يشكك في نتائجها المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في خبر آخر أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحذيراً لأصحاب هواتف أندرويدا عن أن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة وقالت جوجل بحسب ما نقله موقع إيجاجيت التقني المتخصص أن هواتف أندرويدا القديمة لن تحظى بتقنيات مواقف الواب الآمنة بحلول سبتمبر 2021 وحذرت جوجل أن مستخدمي الهواتف القديمة بدءاً من نظام تشغيل أندرويدا نوعه 7.1.1 وما هو أقدم قد يضطرون إلى ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد وأوضحت الشركة الأمريكية أنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الواب الآمنة لتلك الهواتف تدريجياً خلال عام 2021 وستزيل الدعم أقول نهائياً في سبتمبر 2021 وإلى آخر الأخبار في هذه الفقرة أين أعلنت شركة فايزر وبيونتك أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة 90% بعد التحاليل الأولى لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه وقالت الشركتان في بيان مشترك أنه إنه جرى قياس هذه الفعالية للقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد من المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية وثمانية وعشرين يوماً من تلقي الجرعة الأولى وأصدرت شركة فيزر أقول التي طورت اللقاح مع شركة الأدوية الألمانية وبينتيك تفاصيل قليلة فقط من تجربتها السريرية بناء على المراجعة الرسمية الأولى للبيانات من قبل لجنة خارجية من الخبراء وذلك وفقاً لما ذكرته نيويورك تايمز مشاهدين نصل إلى نهاية فقرة المستجدات شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة والعودة إلى الزميلة سارة في الأستديو